وسط تصعيد مستمر على الحدود اللبنانية حزب الله ينعى رسميا نجل رئيس كتلته النيابية واربعة آخرين قتلوا بغارات اسرائيلية في جنوب لبنان حزب الله أعلن مقتل عباس رعد نجل النائب محمد رعد جراء قصف اسرائيلي أثناء تواجده مع عدد من عناصر الحزب في أحد المنازل في قرية بيت يحون فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرات من سلاح الجو هاجمت خلية حاولت إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية وفرقة أخرى أطلقت النار على القوات الإسرائيلية بالتزامن مع إعلان الهدنة في غزة وتشهد المنطقة الحدودية في جنوب لبنان تصعيدا عسكريا متفاقما بين إسرائيل وحزب الله منذ شنت حركة حماس في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل التي ردت بقصف مدمر وعملية برية في قطاع غزة المحاصر ومنذ بدء الحرب في غزة سقط مئة وسبعة قتلى في لبنان بينهم خمسة وسبعون من مقاتلي حزب الله وأربعة عشر مدنيا بينهم ثلاثة صحافيين وأعلنت السلطات الإسرائيلية من جهتها عن مقتل تسعة أشخاص وتكررت خلال الأيام الماضية على ألسنة مسؤولين إسرائيليين تهديدات بتدمير لبنان في حال استمر تصعيد حزب الله ومن المرجح أن تتحمل القرى الشيعية الجنوبية العبء الأكبر من الانتقام ما يضاعف التذمر والغضب ضد الحزب من قبل أبناء طائفته الذين يعانون من آثار المواجهات السابقة مع إسرائيل وحتى الآن لم يكسر حزب الله قواعد الاشتباك بينه وبين إسرائيل ولم يستخدم ترسانته الصاروخية في قصف المدن الإسرائيلية أو ضرب أهداف حيوية في العمق الإسرائيلي ويرجح مراقبون أن يستمر نشاط حزب الله ضمن هذه الحدود لتجنب العواقب الكارثية التي ستنجم عن جر لبنان إلى الحرب ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة